بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد وسنمر إلى الجزء الثالث من المحور الأول حيث سنقوم بشرح معنى التهجين وأنواع التهجين لذرة الكاربون في الرسم التالي يشرح هناك كيف أن عنصر الكاربون يقوم بالارتباط بعنصر الهيدروجين حيث أن هذه العملية تتم من خلال الدمج بين المدار 2S والمدار 1S الهيدروجين وبالتالي يتكون لدينا مدار جزائي هذا المدار الجزائي يتمثل هنا في دمج بين S و S وهناك نوع ثاني من المدار الجزائي الذي يتكون من خلال الدمج بين المدار PX والمدار S للهيدروجين إذن هناك نوع ثاني وهي دمج بين S و P هذا المدار الجزائي إذن نظريا نلاحظ هنا أن عملية ارتباط الكاربون والهيدروجين تؤدي إلى ظهور نوعين من المدارات الجزائية المختلفة ولديها خواص فزيائية مختلفة حيث أن المدار P للكاربون والمدار S للكاربون هي مختلفة من ناحية الطاقة فبالتالي إذن نظريا الروابط الموجودة الأربعة بين الكاربون والهيدروجين ليست متشابهة ولكن مختلفة يعني لديها خواص فزيائية مختلفة هذه نتيجة الدراسة النظرية لمركب المثال إلا أنه بعد عملية التحليل أو التحليل الفيزيائية للروابط الأربعة لمراكب المثال تبين خلاف ذلك أن الروابط الأربعة هي متشابهة ولا يوجد بينها أي اختلاف إذن هذا التشابه بين الروابط الأربعة لغاز المثال يتعارض مع ما تم استنتاجه من خلال هذه الدراسة النظرية وبالتالي إذن للخروج من هذا الإشكال ومن هذا التعارض تم التفكير في نظرية التهجين إذن في ماذا تتمثل نظرية التهجين؟ تتمثل نظرية التهجين في أنه قبل أن يقوم عنصر الكاربون بالارتباط بعنصر الهيدروجين يتم الدمج بين المدارات 2S والمدارات 2P بحيث يسبح لدينا نوع جديد من المدارات يسمى الهجين هذا الهجين هو نتيجة الخليط بين الS والP إذن هجين SP3 سنقوم هنا بشرح أنواع أو كيف يتم تحديد نوع التهجين لدارة الكاربون في مختلف أشكال الكاربون داخل مراكب العضوي المراكب أو عنصر الكاربون داخل مراكب العضوي يوجد في أشكال تم تحديده هنا هي 6 أشكال يمكن الكاربون أن يوجد على شكل 4 روابط أحدية داخل مراكب العضوي أو يمكن أن يكون في هذا الشكل يعني يحتوي على رابطين أحدية ورابطة ثنائية داخل مراكب العضوي كما يمكن الكاربون أن يوجد على هذا الشكل يعني يمكن أن يحمل رابطة ثلاثية ورابطة أحادية أو ثلاثة روابط أحادية مع شحنة مجيبة أو ثلاثة روابط أحادية مع شحنة سالبة أو يمكن أن يوجد على هذا الشكل الأخير إذن لنتمكن من تحديد نوع التهجين لذرة الكاربون كما قلنا في هذه الأشكال المختلفة الستة اقترحوا إذن طريقة بسيطة جدا تتمثل في اعتبار الرابطة الثنائية أو الثلاثية كرابطة أحادية إذن الرابطة الثنائية والثلاثية أعتبرها كرابطة أحادية كما تلاحظون هنا أو كما تلاحظون هنا نعتبرها كرابطة أحادية رابطة ثلاثية كذلك الأمر بالنسبة للزوج الإلكتروني الحر سأعتبره كذلك كرابطة أحادية كما تلاحظون هنا هذا الزوج الإلكتروني الحر أو هذا الزوج الإلكتروني الحر في الشكل السادس سأعتبره إذن كرابطة أحدية هنا أو هذا زوج ترينحور سأعتبره إذن كرابطة أحدية هنا ثم فيما بعد نأتي إذن إلى الأشكال التي تحصلنا عليها بعد هذه الاعتبارات نقوم إذن بوضع يعني مدار حول أو على كل رابطة يعني أرمز على كل رابطة بمدار فمثلا ونبدأ دائما بالمدار S ثم نضع مدارات P نأتي هنا مثلا في الشكل الأول كرابط لم يكون لديه أربع رابط إذن نضع مدار S ثم مدار P وP وP المجموع إذن هو دمج بين S وP 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 إذن دمج بين S وP ثلاثة فيعطينا إذن هجين SP ثلاثة نفس الأمر بالنسبة للشكل الثالث دمج بين مدار S إذن نضع S ومدار P ومدار P فنصبح لدينا إذن SP هجين SP اثنين كذلك الأمر بالنسبة للشكل الثالث تلاحظون هنا مدار S مع مدار P فنتحصل على هجين SP بالنسبة لهذا الشكل الرابع إذن S مع P مع P يعطينا هجين SP اثنين وبالنسبة للشكل الخامس هذا الزوج الإلكتروني حر أعتبيره كرابط كما قلنا فيصبح لدينا إذن S مع P مع P مع P يعطينا هجين SP ثلاثة وفي نهاية الشكل الأخير إذن هذا الزوج الإلكتروني نعتبره كرابطة يصبح لدينا S وP وP ويصبح لدينا إذن هجين SP اثنين سنقوم إذن بشرح أكثر وفهم أكثر لنوع التهجين لدارة الكاربون ونأخذ هنا هذا التمرين من خلال هذا التمرين سنقوم بالبحث على أنواع التهجين لدارة الكاربون في مختلف هذه المراكبات العضوية بداية بالنسبة لهذا المراكب العضوي الأول حيث يحتوي على كاربون وكاربون ثاني هذا الكاربون الأول كما تلاحظون يحتوي هذا الكاربون الأول على الزوج الإلكترون على رابطة ثنائية ورابطة أحادية ورابطة أحادية إذن قلنا نعتبر هذه الرابطة الثنائية كرابطة وحادية فبالتالي إذن هنا يصبح لدينا على هذا الشكل يعني وكأنه ثلاثة رواب عادية إذن S وP وP إذن هنا هذا مدار S وP وP فيصبح لدينا إذن ثنهجين S P 2 بالنسبة لهذا الكربون الثاني هذا الكربون الثاني كما تلاحظون يحتوي على ثلاثة روابط مع هيدروجين ورابطة مع الكربون يعني يوجد على هذا الشكل يعني ثلاثة روات ميدروجين ورابطة مع الكاربون إذن لو أردنا تحديد نوع التهجين إذن SPPP إذن يعطينا SP3 نذهب إذن إلى المراكبة العضوي الثاني نفس الأمر بالنسبة لهذا الكاربون SPPP فبالتالي إذن SP3 هذا الكاربون نفس الأمر يشابه هو نفسه يعني إذن SP3 بالنسبة لهذا الكاربون إذن تلاحظون هنا رابط ثلاثية أعتبره أقلنا كرابطة وحادية وبالتالي إذن هنا S وهنا P فبالتالي إذن هذا الكاربون له هجين SP SP فقط بالنسبة للمركب العضوي الأخير هذا الكاربون كما تلاحظون يحتوي رابط ثلاثية ورابط ثلاثية أعتبره كهذا الحال يعني رابط هنا رابط هنا S مع دمج مع P فيعطيني إذن SP أما بالنسبة للكاربون الأخير هذا الكاربون كما تلاحظون لديه رابط ثلاثية من هنا أعتبرها كرابطة وحادية وهنا رابط مع هيدروجين ورابط مع هيدروجين إذن S P P وبالتالي إذن هجين سبي كما سبي ني شكرا